برضو اسمحولي ان انا قبل ما تتدي مع حضراتكم فقارات حلقتنا النهاردة لازم طبعا نتوقف لدقائق لننعي قيمة وقامة كبيرة في دنيا الصحافة ودنيا التليفزيون الحقيقة الاعلامي الكبير والصحفي الكبير والبراشي اللي رحل عن عالمنا بالامس بعد صراع مع المرض يعني اصابته بكوفيد ناينتين ويعني عواقبه يعني للأسف كنا في الفترة الأخيرة ابتدينا نسمع كلام ماشي في سكة انه ابتدى يتعافى وان احنا ان شاء الله حنسعد بالوقيته على الشاشة مرة تانية لكن طبعا يعني ارادة ربنا سبحانه وتعالى بنقول طبعا لكل اهل ولكل محبيه ولكل جمهوره خالص تعازينا وربنا يتغمده برحمته الوسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويا رب ان شاء الله يكون الشوية اللي هو تعب فيهم في الفترة الأخيرة من حياته يعني في ميزان حسناته فخالص تعازينا احنا فقدنا اسم كبير جدا في دنيا الصحافة الحقيقة الرجل ده كان ليه بصمات صحفيا ضخمة وكبيرة والكثير من الانفراضات في روزال يوسف وفي صوت الأمة وكذلك في التلفزيون الصحافة التلفزيونية اللي كان احد فرسانها واحد روادها وطول عمره الحقيقة كان يعني كل برامجه في كل القنوات اللي كان بيعمل فيها كانت دايما لا تخلو من انفراضات وكان هو من الناس اللي لهم بصمة شديدة التميز وشديدة الخصوصية الكل كان بيحبه وكل كان بيحترمه وعلى فكرة حتى المختلفين معاه في الكثير من الأحيان لم يملكوا يعني إلا احترام هذا الشخص فرحمة الله عليه ربنا يرحمه برحمته الوسعى